السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير رمضان كريم وكل عام وحضرتكم بألف خير من امن العقاب اساء الادب هو ده اللي يتقال على ابراهيم عيسى ابراهيم عيسى لعاشر والمليون مرة بيطلع وبيهين الدين والاسلام زي ما سكتنا ليه قبل كده وللأسف الازهر ساكت ليه رجع تاني بكلام يعني اعوذ بالله تحسوا ان الشيطان عايز بس يدل الناس على الفساد هسمعكم ابراهيم عيسى قال ايه ووصف الصيام بايه ووصف سماع الازان ومكبرات الصوت الازان بايه وكمان قال ايه على صلاة الترويح الراجل ده لو عنده سنة من الايمان في قلبه مش هيطلع التصريحات دي احسن حاجة ان احنا هنرتاح منه لمدة شهر كامل الحلقة بتاعته بتاعت النهاردة كانت اخر حلقة قبل رمضان فهو حاب يفتي فتوى كده قبل ما يغيب ويقول خلي الناس تفتكرن شوية بس للأسف الكلام اللي بقى يقوله بقى زايد قوي للأسف كمان ان احنا عندنا شباب لسه ممكن يكون بيسمع له مش فاهم قوي فبياخد كلامه بمحمل انه هو جد او ان هو حقيقة لازم يكون في واقفة لان ده ولا دنا ولا عادتنا ولا اخلاقنا ولا تربينا على كده ولا هنسمح بكده اتمنى من حضراتكم ترفعوا الفيديو لعل وعسى صوتنا يوصل لاي حد بلايك يعني اللايك ده جماعة هو اللي هيخلي الفيديو انتشر وكمان رأيكم رأيكم مهم قوي اوه تسكتوا عن الحق لان الساكت عن الحق شيطان اخرس ابراهيم عيسى طلع في حلقته النهاردة اول حاجة اتكلم عن صلاة الترويح وقال ان صلاة الترويح ده بدعة وخرافة وليست سنة وكمان مش من الدين ان احنا نصليها ولا واجب علينا ان احنا نصليها جماعة ولا ان احنا حتى نصليها مع حد عايز تصليها صليها بينك وبين نفسك مش عايز محدش هيحسبك عليها وكمان للأسف كلم على صوت الازان وقال ليه نفرض ان في حد يسمع الازان في الماكروفون لو حد عايز يسمع القرآن عنده راديو عنده تلفزيون عنده موبايل يسمع فيه لكن تفرضوا علينا صوت الازان وهو صوت بيكون مزعج عوزوا بالله طبعا من كلامه وبيخلي الواحد ينفر من اي حاجة وتعرضوه في المكبرات الصوت لأ لازم مكبرات الصوت دي كلها تتوقف اه يا جماعة هو قال الكلام ده ويمكن انا جايب لحضراتكم سكرينات من الحلقة لسه الحلقة خلصونا من فترة قريبة ويتكلم فيها اكتر من كده هنعرف كمان ايه إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى لأهان نساء الصعيد وأهان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج وهو ساب ايه؟ للأسف للأسف ما سابش حاجة يعني ما تكلمش فيها عايز يتكلم في الدين وبس مهما يترفع قصاده بلغات عادي بيرجعوا تاني للشاشة أكيد حضراتكم عارفين مين صاحب القنوات بتاعة القاهرة والناس فطبيعي هم بيشجعوه على كده وطبيعي أنه عارف لما هيخطأ هيرجع مرة تانية للأسف طبعا إبراهيم عيسى اتكلم تاني النهاردة وقال ايه الصيام بيفيدنا بايه الصيام هو كل واحد عايز يمشي الدين بمزاجه كل واحد عايز حاجة يعملها يعملها بينه وبين نفسه ما تطلعوش تتكلمه وقال دي بدع وخرافات وإحنا مش هنفضل عايشين في الجهل عايزين نحاكي الغرب ونتقدم ونتطور أتمنى منك يا بوحملات لو عايز تتقدم اطلعي بابا سافر برا مصر يعني وجودك أكيد أكيد مش هيكون هو ده الشرف العظيم اللي ممكن حد ينوله كفاية قوي كده توبيخ في الدين وفي الإسلام عوزوا بالله من كلامه هسمعكو كمان في نهاية الفيديو هو كان يعني بيدعم من بالكوة هو الكافر الملحد سيد القمني اللي كان بيمجده قوي هسمعكو كمان كان بيقول إيه عوزوا بالله عايزة رؤية حضراتكم عايزة الناس كلها الكلامنا يوصل للأظهر ليه يعني الأظهر لازم يكون لي دور أنا هسيبكو مع الفيديو سلام عليكم وأنا رب الإسلام يا جزم يا أولاد الكلام أنا أعلن أنا كافر وأنا في المطار يا عم أنت ربنا وقادر وكل حاجة وقادر تنصرني ما تنصرني للوقت تنصرني بعد أحياني ليه؟ أنا كافر ربنا هناكو الشيطان جنبيه أنا كافر أنا كافر